السلام عليكم وعلا سهلا بكم في فيديو جديد لو انت اشتريت ايفون 16 او 16 برو ماكس فالفيديو دوت هيكون مفيد جدا ليه علشان من خلال الفيديو دوت حقولك على بعض المعلومات هتنفعك اثناء عملية استخدامك لجهاز الايفون 16 من المعلومات ديت اللي انا هقولك ازاي تعمل فرض عادة تشغيل لجهازك الايفون او كمان لو وجدك مشكلة لان جهازك الايفون وقف في وضع الاسترداد او جابلك وضع الاسترداد ازاي تعمل خروج من وضع الاسترداد وكمان هقولك ازاي تدخل جهازك الايفون في وضع GFU في حالة لو حبيت اللي انت تعمل استعادة لجهازك الايفون قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللي هنصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد اولا عشان تدفي جهازك الايفون دوت او تعمله اغلاق كل اللي عليك اللي انت هتدوس على زرار الباور مع زرار خفض الصوت هتدوس على الزرارين دولت مع بعض ودوسها طويلة بالشكل دوت لحد ما يزالك دوت تمرير للايقافة التشغيل هتسحب الشريط دوت كده وكده انت عملت ايقافة تشغيل لجهازك الايفون وكمان زي ما كلنا عارفين ان جهاز الايفون 16 او 16 برو ماكس نازل باصدار الايو اس 18 ومن خلال اصدار الايو اس 18 دلوقتي تقدر انت من مركز التحكم نوات اللي انت هتعمل اغلاق لجهازك الايفون كل اللي عليك اللي انت هتضغط ضغطة طويلة ينوات على علامة الباور دية تضغط عليها ضغطة طويلة بالشكل ده هايزالك كده شريط تمرير للايقافة التشغيل هتسحب الشريط دوت كده وانت كده هتقفل جهازك الايفون المعلومة التانية لو انت حابب اللي انت تعمل فرد عادي تشغيل لجهازك الايفون مثلا جيت تفتح اي تطبيق وما فتحش معك او بتواجه اي مشكلة على جهازك الايفون فانسى بطريقة الحل بيها المشكلة ديت ان انت تعمل فرد عادي تشغيل لجهازك الايفون وعشان تعمل فرد عادي تشغيل لجهاز الايفون 16 كل اللي عليك اللي انت حتدوس دوس على الزرار رفع الصوت وبعدين دوس على زرار خفض الصوت بعد كده حتدوس على زرار الباور هتفضل كده دايس على زرار الباور لحد ما يظلك شعار قبل اول ما يظلك شعار قبل هتشيل صبعك من على زرار الباور هتستنى كده جهازك لايفون يفتح معك من جديد وبكده انت قدرت تعمل فرد عادي التشغيل لجهازك لايفون والطريقة دي هتبتحللك معظم المشاكل اللي بتواجهها على جهاز لايفون هتكون مفيدة جدا ليك المعلومة الثالثة اللي انت لو عايز تدخل جهازك الايفون في وضع الاسترداد او تعمل خروج من وضع الاسترداد وبتحتاج وضع الاسترداد دوت في عملية استعادة جهازك الايفون من على برنامج الايتونس تقدر دلوقتي اللي انت تعمل وضع الاسترداد بكل سهولة على جهاز الايفون 16 كل اللي عليك اللي انت هتوصل لأول جهاز الايفون بالكمبيوتر بالشكل دوت بعد كده حتدوس دوس على زرار رفع الصوت وبعدين دوس على زرار خفض الصوت وبعد كده حتدوس على زرار الباور هتفضل معلق سبعة كده على زرار الباور لحد ما يدخلك في وضع الاسترداد هنفضل كده مستمرين بالضغط على زرار الباور هيزهلك شعار قابل بالشكل دوت هتفضل برضو مستمر بالضغط على زرار الباور وبكده دخلنا جهاز الايفون في وضع الاسترداد لو انت حابب انت تعمل خروج من وضع الاسترداد برضو نفس الطريقة حتدوس دوس على الزرار رفع الصوت وبعدين دوس على الزرار خفض الصوت وبعد كده على الزرار الباور ولكن انوت اول ما يظهر معك شعار قبل هتشيل سبعك من على الزرار الباور مش هتفضل مستمر بالضغط على الزرار الباور حتى لو ظهر شعار قبل هنفضل كده مستمرين بالضغط اول ما يظهر معنا كده شعار قبل هنشيل سبعنا من على الزرار الباور زي ما انتو شايفين كده ظهر معانا شعار قابل هنشيل سبعنا من الزرار باور هنستنى كده جهاز الايفون يفتح معان ولكن في بعض الاحياء لما تيجي تعمل خروج من وضع الاسترداد يعني انت دخلت كده على وضع الاسترداد وحاولت اللي انت تعمل استعادة مثلا لجهزك الايفون من على برنامج لايتونس وحاولت اللي انت بعد كده تفتح جهازك الايفون او تعمل خروج من وضع الاسترداد ما يخرجش معاك ويفضل معالك ادوات على وضع الاسترداد تقدر اللي انت تعمل خروج من وضع الاسترداد بضغطة واحدة من خلال برنامج ريبوت هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف بعد ما بتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصف يلقن لك في الموقع الرسمي البرنامج ريبوت البرنامج دوت فيه مميزات عديدة جدا تقدر تحل بها اي مشكلة بتواجعك على جهاز الايفون 16 او 16 برو ماكس او على ايه جهاز ايفون كل اللي عليك اللي انت هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر وتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر زي ما انتوا شايفين هيفتح معاك البرنامج بالشكل دوت هتلاقي عندك نوات ميزة في البرنامج اللي هي وضع الاسترداد تقدر اللي انت تعمل دخول او خروج في وضع الاسترداد لجهازك الايفون مجانا من خلال برنامج ريبوت كل اللي عليك اللي انت هتدوز على خروج من وضع الاسترداد وفي خلال ثواني هتلاقي جهازك الايفون خرج من وضع الاسترداد وبدون ما تفقد اي حاجة من البيانات الموجودة عنده وهيفتح جهازك الايفون بالشكل دوت وتقدر ان انت تستخدمه بشكل طبيعي وبدون ما تفقد اي حاجة من البيانات الموجودة عنده وكمان لو انت حابل انت تعمل اصلاح لنظام الاي او اس الموجود على جهازك الايفون فيه مشكلة مثلا او تطبيقات ما بتفتحش معك تقدر برضه من خلال برنامج ريبوت اللي انت تعمل إصلاح لنظام الـ IOS كل اللي عليك اللي انت تفتح برنامج ريبوت مرة تانية وتدوس النوات على إبدأ الإصلاح هتلاع عندك إصلاح كياسي وإصلاح عميق اختار إصلاح كياسي دوت علشان يحافظ لك على البيانات اللي موجودة عندك ولو فيه أي مشكلة في جهازك لايفون البرنامج بيحلها لك كل اللي عليك اللي انت حتدوس على إصلاح كياسي وهيبدأ كده البرنامج انه يعرض لك نوع جهازك لايفون بالشكل دوت وإصدار الـ IOS اللي هو هيتم تحميله عندك على جهاز الكمبيوتر تقدر اللي انت تختار مكان لحفظ النسخة الـ IOS دي عندك على جهاز الكمبيوتر وبعدك هتدوس على تحميل وهيبدأ كده البرنامج في تحميل نسخة الـ IOS عندك على جهاز الكمبيوتر ومجرد ما ينتهي البرنامج من تحميل نسخة الـ IOS عندك على جهاز الكمبيوتر هبقى جاهز انه يحل لك أي مشكلة بتواجهها في جهاز الايفون هتدوس نوات على إبدأ الإصلاح الكياسي ويبدأ كده البرنامج في اصلاح اي مشكلة بتواجه على جهازك ليفون ويleistخدر اللي انت تستخدمه بشكل طبيعي مرة تاني الجزء الرابع اللي انت ازاي تدخل جهازك ليفون 16 او 16 برو ماكس في وضع دي ف ايو وبتحتاج وضع دي ف ايو دوت لو انت حابب اللي انت تعمل استعادة لجهازك ليفون او تعمله تحديس من خلال برنامج لائتونز فبتحتاج اللي انت تدخل جهازك ليفون في وضع دي ف ايو ووضع GPU دوت بيختلف عن وضع الاسترداد او فرد عادي التشغيل وعشان تدخل جهازك لايفون في وضع دي اف فيو كل اللي عليك اللي انت هتوصل جاهزك لايفون بالكمبيوتر عن تري کے لليو سي بي بالشكل دوت بعد كده هتدوس دوس على زرار رفع الصوت ودوس على زرار خفض الصوت بعدين تدوس على زرار الباور هتفضل دايس كده على زرار الباور لحد ما يتفع معاك جهازك لايفون هنفضل كده دايسين على زرار الباور وأول ما اجيب لك شاشة صودة بالشكل ده تحدوس على زرار باور مع زرار هفض الصوت لمدة 5 ثوان بعد كده هتشيل صوب عقمين على زرار باور هتفضل تضغط على زرار هفض الصوت بالشكل ده وبكده انت دخلت جهازك الايفون في وضع DFU وبعد ما ادخل جهازك الايفون في وضع DFU هتظلك رسالة على برنامج لاتونس ان جهازك الايفون في وضع DFU لو دست على تحديس واستعادة كده انت هتمسح كل البيانات اللي موجودة عندك على جهاز الايفون. فقبل ما تاخد الخطوة دية لازم تكون متأكد ان البيانات اللي موجودة عندك دي اخد لها نسخة احتياتية عشان لو اتحذفت او عمل لك استعادة كده وتحذف لك كل البيانات مش هتعرف ان انت تستعادها مرة تاني. وعشان كده انا بفضل برنامج بتقدر من خلال برنامج دوت زي ما قلت لك اللي انت تعمل اصلاح لنظام الايو اس لو بتواجهك اي مشكلة بدون ما تفقد اي بيانات موجودة عندك على جهاز الايفون. لو اخترت مسلا اصلاح كياسي زي ما احنا قلنا كده. كمان البرنامج بيقدر ان هو يشرح لك طريقة ادخال جهازك الايفون في ودعه دي اف فيو من خلال الزكاية الاصطناعي. هتلاقي رسم لك صور بالشكل دوت والصور دي هات فيها كمان عد تنازلي. لو انت وصلت جهازك الايفون بالكمبيوتر. هيبدأ يظهلك النوات عد تنازلي وطريقة تدخل جهازك الايفون في ودعه دي اف فيو باحترافية من خلال برنامج ري بود. واخيرا لو انて بتواجه مشكلة ودعه الاسترداد على جهزك الايفون وانت على نظام لايو اس تمنتاشر تقدر دلوقتي من خلال المية الجديدة. اللي نزعت في اصدار لايو اس teman'tash اللي انت تعمل خروج من ودع الاسترداد او تعمل استعادة لجهزك الايفون من خلال جهاز ايفون تاني. يعني انت لو معك جهاز ايفون تاني وعلى نظام لايو اس تمنتاشر تقدر اللي انت تعمل استعادة لجهازك الايفون اللي هو على وضع الاسترداد او محتاج اللي انت تعمل له استعادة. من خلال الخاصية جديدة اللي نزهت في اصدار لايو اس تمنتاشر. وزي ما قلت لك في بداية الفيديو لو انت بتواجه اي مشكلة على جهازك الايفون ان جهازك الايفون واقف على شعار قبل او مسلا مدخلك في وضع الاسترداد ومش عارف تخرج من وضع الاسترداد أو يجعب لك شاجة سودة بالشكل ده. تقدر من خلال اول طريقة الله هي فرض عادة تشغيل اللي انت تحل المشكلة جاية بدون ما تحسر البيانات اللي موجودة عندك. وكمان لو انت جاهزك الايفون في وضع الاسترداد طريقة الانية الله انت تعمل خروج من وضع الاسترداد. او من خلال برنامج ريبوت تقدر اللي انت تحل كل المشاكل جاية بضغطة واحدة. وكمان لو انت حابب اللي انت ترجع من اصدار لايوز 18 لاصدار لايوز 17 هتقدر برضو من خلال برنامج ريبوت هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف وكمان هسيب لكم كوبون خصمي بتلاتين في المية لو حبيت اللي انت تشترك في البرنامج اتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو وعجبك وما تنساش اللي انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي